السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أو فدى سيادة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى الخرطوم اليوم ليلتقي سيادته خلال هذه الزيارة مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع والدكتور عبدالله الحمدوك رئيس مجلس الانتقالي والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان الشقيقة اللقاء تناول زي ما حضراتكم شايفين في الصورة سيادة اللواء عباس يعني مع مدير المخابرات السودانية العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في مختلف المجالات والطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة ونقل سادة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجددا تهنئة مصر لسودان الشقيق بعيد الاستقلال ومؤكدا على حرص مصر المطلق لمواصلة دعمها لسودان الشقيق في المجالات كافة يبقى الزيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى السودان الشقيق ولقاءه مع كبار المسؤولين في السودان من أول ركن عبدالفتاح البرهان الفريق ركن عبدالفتاح البرهان ونائبه ورئيس الوزراء ورئيس المخابرات لنقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهنئة الشعب المصري للشعب السوداني بعيد الاستقلال والحديث عن ملف صد النهضة اللي كنا نتكلم فيه دلوقتي ومستجدات الوضع في السودان وكل القضايا المشتركة بين الجانبين أو ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وأعتقد يعني ملف صد النهضة على أولويات هذا الأمر وبعض الملفات الإقليمية سواء في منطقة القرن الإفريقي أو تطورات الحاصلة يعني ده نشاط جهاز المخابرات اليوم في الجنوب وأنا كنت دايما بقول لحضراتكم أنه استراتيجية الدولة المصرية هي الاتجاه جنوبا اتجاه جنوبا الحضن الأفريقي بيعود مرة أخرى وفي هذه المرة التحركات تحركات رجال الظل رجال مخابرات بشكل يعني زي ما شفنا تحركات أيضا في الغرب في ليبيا كنا من حوالي أسبوعين يمكن قبل نهاية العام كان فيه وفد من المخابرات العامة المصرية إلى ترابلس الغرب في ليبيا وعندنا تحركات في أيضا جهاز مخابرات في الشرق حيث القضاء الفلسطينية المصلحة بين حماس وفتح 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 إلى آخره عندنا تحركات برضو جهاز مخابرات العامة المصرية في ملف السوري والتعامل مع هذه القضية لمحاولة الحفاظ على الأراضي السورية وعلى الأراضي السورية وكذلك العراق يعني عندنا تحركات للأجهزة الأمنية والأجهزة الاستقباراتية في مصر بيسير جنبا إلى جنب أو مع الدبلوماسية المصرية والعلاقات الدولية المصرية التي اتخذت منحة أو مناحة جديدة في عهد الرئيس عبد الفتح السيسي عنوانها العريض المصالح المشتركة احترام الآخر عدم التدخل في الشئ الداخلية للدول الحفاظ على الدولة الوطنية الحفاظ على الجيوش الوطنية عدم القبول بالتعامل مع ميليشيات أيا كان قوتها عدم التعامل مع مرتزقة أيا كان تأثرها وعدم القبول بتدخل أي قوى إقليمية في منطقة الدول العربية والحفاظ على أمن القومي للسدان يمثل حفاظ على أمن القومي المصري الحفاظ على الأمن القومي الليبي هو يمثل أمن القومي مصري الحفاظ على الأمن القومي الخليجي أمن القومي مصري والقادرة الفلسطينية تبقى هي قضية العرب الرئيسية